بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بما ودت وقد كفروا بما جاءكم من حق يخرجون الرسول وإياكم أمثوا من وبالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلمتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يتقفوكم يكونوا لكم أعداء ويرسطوا إليكم أديهم وأصلتهم بالسوء وودوا لو تفرون لن تنفعكم أرحابكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم هو الله بما تملون بصير قد كانت لكم إثوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تبدون من دون الله كفرنا بكم وبدى بيننا وبينكم العذاوة والبضاء أهبد حتى تؤمنوا بالله وحده إلا إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم إثوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم وده والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تضروهم وتقصطوا إليهم إن الله يحب المقصطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُومِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهما أنفقوا ولا جناح عليكم أو تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تسكوا بعصم كوافر واسألوا ما أنفقهم وليسألوا ما أنفقوا ذلك حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذابت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي وإذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا ياتين ببهتان يفترينه بين أيديهن يفترينه بين أيديهن وأرشلهن ولا يصينك في مروف فبايحن أستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوم غضب الله عليهم قد يأسوا من الآخرة كما يأس الكفار من أصحاب القبور